وتستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثانية والثلاثين وسط أقبال جماهري كثيف حيث أعلنت دار الأوبرا المصرية عن نفاذ التذاكر الخاصة بحفل الليلة السادسة من ليالي المهرجان المزيد حول فعاليات مهرجان الموسيقى العربية يستعرضها لنا الزميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري نعم تحياتي إليكم من دار الأوبرا المصرية ما زلنا نواصل متابعة فعاليات النسخة الثانية والثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية هذا المهرجان الأكبر من نوع في مصر وفي الوطن العربي برمته والذي يتوفد عليه عشاق الموسيقى والفن المصري والعربي على حد سواء من المصريين أو من الأشقاء في الدول العربية الذين يحبون سماع ومتابعة الأغاني والموسيقى والطرب الأصيل كما نسمع في الخلفية من هذا العصف الذي تعزفه فرقة دار الأوبرا المصرية بشكل متزامن مع أو سابق للحفل الذي يتم إذاعته وبدءه في هذه الأثناء اليوم أو الليلة هي الليلة السادسة من مهرجان الموسيقى العربية الثاني وثلاثين والذي يستمر معنا حتى يوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري وحفل الليلة للموسيقيين خالد حماد وعمر إسماعيل وممدوح سيف وتحيي أيضا الفنانة اللبنانية عبير نعمة ويأتي هذا الحفل تحت قيادة المايستر أحمد عويضة ويستمر معنا مهرجان الموسيقى العربية من الحادي عشر من أكتوبر وحتى الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري كما ذكرت ويقام على مسارح الأوبرا كافة في مصرح النفورة والمصرح الكبير ومصرح أوبرا الإسكندرية وأوبرا دمنهور ومصرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية لدينا توافد كثيف من الجمهور على مدى الأيام الماضية وأيضا اليوم لدينا كثافة في الحضور لدخول حفل الليلة والاستمتاع به وكما صرحت دار الأوبرا المصرية فقد نفدت التذاكر لحفل اليوم ومن أبرز الأخبار حسب وسائل إعلامية وإخبارية أن الفنان أحمد سعد قد اعتذر عن مهرجان الموسيقى العربية هذا الموسم نظرا لإجرائه جراحة عاجلة وهذا الاعتذار جاء اليوم كما ذكرت حسب مصادر إخبارية ويعتبر من أبرز المعتذرين عن مهرجان الموسيقى العربية هذا العام أعود إليكم